اكدت مصادر مقربة من المكتب الدائم في المجلس النواب ان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله نصور سيلتقي يوم غد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطرونة واعضاء المكتب الدائم في المجلس لبحث تداعيات قرارات الحكومة المتعلقة برفع اسعار استوانة الغاز وتعديل رسوم ترخيص المركبات ويأتي الاجتماع وسط ترقب اوساط شعبية ورسمية متابعة للمشهد السياسي انعقاد جلسة مجلس النواب المسائية يوم غد بعد ان شهدت عطلة نهاية الاسبوع تبادلا للتصريحات بين مجلس النواب والمصادر الحكومية على خلفية قرار رفع اسعار استوانة الغاز وتعديل رسوم ترخيص المركبات المزيد في تقرير حمز الشواك ما ان اعلنت الحكومة عن رفع سعر استوانة الغاز وتعديل رسوم الترخيص على المركبات حتى بدأ الشارع الاردني ينبض بدقات رفض واعتراض على قرارات الرفع الاخيرة اضافة الى ان هذه المطالبات لامست شريحة واسعة من المواطنين ترى ان خطوة الحكومة اضافت اعباء جديدة الحكومة اتخذت سلسلة من القرارات مؤخرا بدون اي استشارة لمجلس النواب ولا لتلك الاكثرية التي تسير في ركاب الحكومة ولذلك هناك حالة من الغضب الشديد والحقيقي ما بين النواب على اختلاف اطيافهم السياسية وهم يستشعرون بان الحكومة قد تجبرت وانها تمضي قدما في التوغل في رزق الشعب الاردني وفي معيشة الشعب الاردني وفي كرامة الشعب الاردني وبالتوجه الى السلطة التشريعية فان الحكومة وقعت بين انتقادات نيابية لم تتوقعها واصوات عالية ضج بها المجلس نادت بالتلويح بطرح الثقة فيها وعدم قبول مثل هذه القرارات التي وصفها بعض النواب بالمجحفة ترخيص سيارتي زاد خمسمية بالمية كنت ارخص مية وخمسة وعشرين دينار ترخيص سيارتي صار الآن ستمية وخمسين دينار الحكومة ما خلت مجال للمواطن انه يقدر يتنفس يعني ما ظل عليهم الا يركبوا عدادات على الاكسجين يتنفس اكسجين ندفع مياه مصاري منين روح نجيب هو قرار مجحف في حق شرائح كثيرة من المجتمع الاردني ولابد كان في هذا القرار ان يراعي ظروف هذه الشرائح ومدخلات هذه الشرائح وذلك هوارد بموجب نص الدستور المادة 111 من دستورنا الاردني اللي اشترط ان يكون التكليف للمواطن تصاعدي وان يكون ضمن حدود مقدرة المواطن اما ان بعض الترخيص ترتفع الى 12 ضعف وبعضها الى 5 و 4 ضعاف فاعتقد ان هذا القرار قرار غير مدروس وقرار بحاجة الى اعادة النظر فيه مراقبون يرون في الخطوة الحكومية مزايا يمكن ان تحسب لها لا عليها فبحسب مدير مركز هوية محمد الحسيني في مقال منشور له فان اقدام الحكومة على تعديل رسوم السيارات الكبيرة خطوة ايجابية لجهة ان هذه السيارات تعد من الكماليات ناهيك عما يمكن ان تشكله هذه الخطوة من اساس موضوعي لتحسين السلوك الاستهلاكي للمواطنين يبقى التساؤل هنا حول ايجاد الحلول المنطقية لهذا الارتفاع الضخم الذي حدث خلال الايام القليلة الماضية الهو برحيل حكومة الدكتور عبدالنسور ام بايجاد حلول منطقية من قبل مجلس النواب ام بغضبات في الشوارع العاصمة عمان حمزة شعبك رؤيا